السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا طلابنا العزاء هنكمل مع بعض حل او شرح اجابات اسئلة التدريبات الخاصة بعلوم تاني اعدادي في فصل درس الاول زي ما انتو شايفين احنا هنشرح الاجابات تمام عشان ما ناخدش وعد احنا نحل مع بعض لا احنا الحل انا بحله قبل الشرح قبل التصوير وبعدين نشرح مع بعض تعرفوا فكرة السؤال وتعرفوا الاجابة ليه لو الموضوع محتاج شرح لو الموضوع مش محتاج شرح مجرد اسكرة فنعرف الامتحانات بتيجي زي واول مرة يشوف فيديوهاتي التانية اعدادي اه التان من الاول اه مادة العلوم الاول مرة يشوف فيديوهاتي وعايز كل الفيديوهات السابقة هيدخل على قوائم التشغيل هتلاقي كل الفيديوهات السابقة نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلادي وصاحبي اجمعين اه بيقول لي من تنسب الاعمال التالية مين اللي عمل حاجات دي اول حاجة من قام اه من قام ايه بنشر جدوله الدوري الذي يضم 67 عنصر في كتابه مبادئ الكيمياء كلنا عارفين انه من ديليف طيب مين اللي تنبأ بامكانية اكتشاف عناصر جديدة وقوم بتحديد قيم اوزانات زرية من ديليف برده اكتشف ان نواة زرة العنصر تحتوي على بروتونات مجابة الشحنة رازارفورد اضاف المجموعة الصفرية الى الجدول الدوري من ديليف هو موزلي اكتشف مستويات الطاقة الرئيسية في الزرة هو بورج طيب اكمل عبارات التالية بما يناسبها اكتشف العالم نقط بعد دراسة طول خاص الاشعاء السينية ان دورية العناصر ترتبط بعدها ده الزرية وليس اوزانها الزرية هو موزلي طيب رطبت العناصر في الجدول الدولي من ديليف على اساس الزيادة فيه من ديليف يبقى زيادة في اوزانها الزرية بينما رطبت في الجدول الدولي الموزلي على اساس زيادة فيه اعدادها الزرية يتكون كل مستوى نقط من عدد محدد من مستويات نقط يبقى كل مستوى رئيسي من عدد محدد من مستويات الطاقة الفرعية طيب في الجدول الدوري الحديث تم تصنيف العناصر طبعا للتدارج والتصعودي فيه عددها الزرية ده الجدول الدوري الحديث وطريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بالالكترونية يبقى الجدول الدوري الحديث تم تصنيف العناصر طبعا للتلتيب التصعودي لعددها الزرية وطريقة مال مستقرطة الطاقة الفرعية بالالكترونية طيب تعالي بعد كده بيقول لي آآ عناصر عناصر آآ عدد عناصر عدد عناصر معروفة حتى الان مية وطمانتاشر عنصر منها اتنين وتسعين عنصر متوفرة بالقشرة الارضية تتكون الفئة نقط من مجموعتين هي الفئة اس بينما تتكون الفئة نقط من ست مجموعة هي الفئة بي اللي اس من المجموعتين قلنا واحنا بنشرح الدرس ده عشان المستوى الفرعي اس في ايه في ايه في بياخد الكترونين بس تمام الاوربتال اس بياخد الكترونين طيب آآ بي بي عشان بياخد كم الكترون ستة الكترونات تمام خلاص فكل آآ الكترون هو بيعتبر مجموعة طيب آآ في الجدول الدوري حديثي المجموعة تالي المجموعة ثري ايه بينما المجموعة ثري بي تالي المجموعة تو ايه تمام طبعا آآ انت لما ترجع لشكل الجدول عشان ما اطلق بطش نفسك هي بالشكل ده طيب تقع عناصر الفئة اس هي صار الجدول الدوري معروفة هي الناحة دي بينما تقع عناصر الفئة نقط وسط الجدول الدوري هي عناصر الفئة دي بعد كده بيقول لي هنا يبدأ ظهور العناصر انتقالية ابتداء من الدورة كلنا عارفين الرابعة وهي تتكون من عناصر من ايه من عشر مجموعات عشر مجموعات ليه لان ايه الدي الدي بياخد عشر الكترونات طيب تميز ارقام مجموعات الفئتين بي واس بالحرف ايه باستثناء المجموعة من المجموعة اللي ما بتاخدش هي المجموعة الصفرية ما بتاخدش الحرف ايه بنقول عليها المجموعة الصفرية تمام طيب اول مجموعة تمنتاشر تميز ارقام مجموعات الفئة دي بالحرف بي باستثناء المجموعة التمنى المجموعة ابتمنى مفهاش الحرف بيه طيب الترقيم الحديث للمجموعة 6A هو 16 والمجموعة 6B هو 6 طيب اتقع عناصر نقاط اسفل الجدول الدولي الانسانيدات والاكتليدات وبتملى الف طيب اتقع عناصر انتقالية في الفئة D بينما تقع لنا السادات والاكتليدات في الفئة F طيب في الجدول للدورة يدل رقم نقط على عدل الالكترونات في مستوى الطاقة الاخير رقم المجموعة. بينما يدل رقم نقط على عدل مستوى الطاقة المشغولة بالالكترونات هو الدورة. طيب اكس اكس سري عدد الزري بتاعه سري وي عدد الزري 11 وزت عدد الزري 19 تتشابه فيه قبل ما تقول انهي مجموعة بتروح جاي مساء الاكس ده هيكون ايه? هنعمل تلاتة يبقى مستوى فرعة اتنين. مستوى اتنين او بمستوى التانية اخد واحد. طيب واحد ولاتنين وبعد كده تمانية ماشي يبقى واحد يبقى ثلاثة يبقى واحد واحد اخر واحد ده بقى يكمل 11 ويلكترون واحد يبقى عنده تلات مستوىات فرعية وده اتنين يبقى ده دورتين وده تلات دورات. طب تعاني شوف ده واحد اتنين تلاتة قد اتنين تمانية وبقي تسعتاشر تمانية تاني وكمان كده واحد يبقى تسعتاشر الكتروني يبقى اربعة مستوى بطرق وب terrain يبقى مختلفين في الدورة طب مستفقين في ايه في انه كل واحد فيهم فاخر خالص يعني التسعتاشر ده اتنين تمانية تمانية واحد تاب الحداشر اتنين تمانية واحد التلاتة اتنين واحد يبقى العناصر التلاتة دول متفقين في رقم المجموعة واحد لان اخرهم واحد يبقى في كلهم في مجموعة واحد بينما العناصر اكس واي اكس دابل دي تلاتة اربعة خمسة تلاتة اربعة خمسة يبقى تلاتة دي يعني اتنين واحد ودي اتنين اتنين ودي اتنين تلاتة كلهم بيتفقوا في ان عندهم مستويين رئيسيين فقط يبقى بيتفقوا في رقم المجموعة لكنهم بيختلفوا في عادة الالكترونات في المستوى الطاقة الاخير اللي هو رقم المجموع يبتشبه في رقم الدورة طيب العنصر الذي يحتوي على مستوى الطاقة الرابع في زراتي على الالكترونين يقع في الدورة والمستوى الرابع في زراتي على الالكترونين مستوى الرابعة يعني ادا هو. واحد اتنين. تمام? يبقى تنين. تمانية تمانية اتنين. يبقى يحتوي على الالكترونين في الاخير. وعشان يبقى الالكترونين في الاخير يبقى لازم ده كله يبقى مليان. يبقى يقع في الضورة الكام? يبقى عدل الدور اللي هو عدل مستخصطه الطاقة الرئيسي. واحد اتنين تلاتة اربعة يقع في الدورة الرابعة. طب ولمجموعة اه المجموعة نستنتجة من الرسمة دي المجموعة اتنين المجموعة اي اتنين او تو اي بالجدول الدور حديث لو قالك عدده زلي كم تقدر تحسبه اتنين تمانية عشر اتنين تمانية عشر يبقى عشرين خلاص تبقى العنصر الذي يقع في الدورة الثانية والمجموعة تو اي الدورة الثانية يعني اتنين مستوافق رئيسي تمام وتو اي يعني هنا اتنين يعني هنا تمانية تمام خلاص يبقى تو اي خلاص اتنين والدورة الثانية يبقى اتنين مستوين يكون عدده الزري تمام؟ احنا قلنا هنا تمانية غلط هي هنا اتنين لان دا اول مستوى دا اول مستوى يبقى اتنين وابل اتنين يبقى اربعة عدده الزري اربعة وفئته اص لانه في المجموعة التعال الجدول دا هو عطيني عناصر العنصر دا ما كانش اعطيني عدده الزري تمام والحديث hole will be able to see RdLM figure ST2 and Load the dream ho celebra of heat relevant image 2x8 and Einar 16ikel مع point of view to 1x2x4ة and Core in Modern shot AL 16enge So you can see RdLM figure it out here between participar of a, 2x3 or a, 2x1, and a, 2x2, A Click the required end of the management made it in RAM 6 Then the nave DLM figure says only كالسيوم عشرين عشرين يبقى عدل الزرل عشرين يبقى اتنين تمانية تمانية اتنين يبقى رقم الدورة واحد اتنين تلاتة اربعة طيب رقم المجموعة اتنين خلاص طيب اتش اتش واحد عدل الزرل واحد وعدل الالكترونات واحد في المستوى كيف طيب رقم الدورة واحد طيب رقم المجموعة وان ايه طيب ده الهيليوم اتنين رقم عدل الزرل اتنين. طيب نحط الاتنين في الكي. تمام? طيب رقمه اه عدد دورات عدد رقم الدورة واحد. المجموعة الهيليام ايه? وفي المجموعة اه الاولى. تمام? في الدورة الاولى في الدورة الاولى. تمام? وفي المجموعة السفرية اللي هي تمنتاشر. اللي هي في التمنتاشر من ضمن الغازات الخاملة. اه وبكده اكون خلصت الفيديو الاسار ده واتمنى اه تتابعوني وتعملوا لايك وتشعروا القناة الاصدقائكم عشان اه اه بالدعم بتاعكم ده انزل فيديوهات اكتر وتدعموا القناة اكتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.